هذا وقد زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم مقر الجمعية الوطنية الفرنسية البرلمان الفرنسي وكان في استقبال سموه لدى وصوله مبنى الجمعية معالي يائيل برومبيفي رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية وعدد من النواب الذين رحبوا بزيارة سموه إلى بلادهم معربين عن صعدتهم بهذه الزيارة التي تجسد خصوصية العلاقات بين البلدين الصديقين لكون فرنسا هي الوجهة الأولى لزيارة سموه الخارجية منذ توليه لرئاسة دولة الإمارات وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف الجوانب خاصة البرلمانية كما تناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها